تقرير المنظمة حذر من أن هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم عشر سنوات إلى الوراء وتوقع أن يعيد بعض البلدان إلى مستوى فقر لم تشهدها منذ أكثر من ثلاثة عقود خاصة في مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنظمة ترى أنه بسبب عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية فيها ستكون الدول الأكثر فقرا والفئات المحرومة بينها النساء الأكثر تدررا من التداعيات هذا وظفت تقرير أن الأزمة الاقتصادية التي تتطور على نحو سريع بسبب ذروس كورونا أعمق من الأزمة المالية العالمية في 2008 وقد حذر من أن أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم أزيد من سبعة ملاير نسمة مهددون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة تحذيرات أكسفام تاتي قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية دول مجموعة العشرين المقرر الأسبوع المقبل عبر الفيديو وهي الاجتماعات التي ستلقي الضوء على تأثير الأزمة على مستوى الفقر في العالم بسبب من خفاض دخل الأسر أو الاستهلاك ولتخفيف أثر الأزمة أوسط أكسفام بمنح مساعدات مالية مباشرة للأشخاص الأكثر تضررا وإيطاء الأولوية في تقديم الدعم للشركات الصغيرة المتضررة وربط المساعدات المخصصة للشركات الكبرى بتدابير تصب في مصلحة الفئات الضعيفة المنظمة دعت أيضا إلى إعفاء الدول الأكثر فقرا من سداد ديونها في مواعد استحقاقها هذا العام كما أصد بزيادة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بمقدار ألف مليال درار على الأقل من أجل تمكين هذه الهيئة المالية من مساعدة الدول الأكثر فقرا كما دعت أكسفام إلى زيادة ملحتها للدول المانحة الدول الإنمائية الشكر لكم على حسن المتابعة وعود إليك المحسن شكرا لك أن نعم مال ترجمة نانسي قنقر